فمن صحراء قاحظة كان يسكنها بعض من الهنود الحمر إلى سكة حديدية يمر عبرها المسافرون ومن جوف الصحراء القاحظة إلى أكثر منطقة مضيئة في العالم فوق ستحبار لاس فيكاس فمن بنى هذه المدينة أو من وراء كل هذه الأموال الطائلة التي صرفت على لاس فيكاس ماذا يوجد في لاس فيكاس؟ ولماذا تسمى بمدينة الخطئة؟ وكما يسميها الأمريكان سين سيتي لماذا سمى الأمريكان هذه المدينة بسين سيتي؟ لأنها تشغلك وتفتنك وتوتير كل ما هو حسي فيك وكل ما هو مادي وأول ولاية سمحت للقمار في أمريكا هي ولاية نيفادة والآن حاليا مش كل ولاية مسموح بها للقمار كان بعض الولايات وحد الخمسة ستة المهم ماشي هذا الموضوع تعنا الموضوع تعنا هم مصاصين الأموال ليمتصوا أموال الحيتان الكبيرة بين قوسين هذا ستحفظوا بهذا الاسم الحيتان الكبيرة لأنه رح نكتشفوا قصة هذه الحيتان الكبيرة كيف يصطادوها هذه المافيا الكبار ومصاصين الأموال الكبار فأنا رح نديكم في رحلة قصيرة جدا قصيرة في المونتاج وقصيرة في الحياة الواقعية رحلة ممكن تدوم لهذه الحيتان الكبيرة ولهذه الحيتان ولا حتى الشعب العادي ممكن تدوم شهر ممكن تدوم أسبوع ممكن تدوم له أيام ممكن تدوم دقائق وساعات ولحظات وتواني في وهلة في رمشة عين يخسر كل شي خلينا نتلو هذه الرحلة إذن اللي خلفي تماما لاس فيغاز The fabulous Las Vegas الصين يقول هاكو معناه أنه يصوروا للناس أنه لاس فيغاز هي مدينة الإحلام أنه لاس فيغاز فابلوس يعني حاجة خرافية حاجة مجنونة وما يوروش يعني الصين هذا ما يوريلكش الوجه الآخر للاس فيغاز الحكاية تبدأ منه أكتبوا هذا الاربورت ومن هنا تبدأ رحلة القمار والذي نسميها رحلة التعاصى فكتبوا هذا البارك يمكن أن يكون معمر بالطعيرات الخاصة والذي يجيبون رجال أعمال الكبار خاصة للأسيويين من كل أحبقاء العالم يجيبونهم مجانا بهذا الآخر والذي يجيبونهم مجانا فري علش باش يمتصوا الأموال تحهم باش الناس تقمروا بالأموال تحهم ويسهلوا عليهم هذه الخطوة الأولى باش يقمروا إذا بعد المطار يجوا مباشرة إلى الفندق راح تقول لي جواد واش يجي دروف الفندق راح يجيين يقمروا في الفنادق هنا جميع الفنادق وهذا واحد منهم داري الكازينوهات والأماكن اللي يقمروا فيها في اللابي يعني في الطابق الأرضي بمجرد أنك تدخل للروم تاعك قبل ما توصل للروم تاعك كاين الكازينوهات ورح نعرفكم ونوريكم ونوضحكم الصورة أكثر موسيقى 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 الاساليب الذات يقومون في طريق الاموال يجب أن تذهب لفندق يجب أن تتحرك الكازينوهات سوف تضطر انك تلعب وانك تقمر قبل ما توصل للروم يعني ممكن تخسر كعاموالك وتخسر مستقبلك وتخسر عائلتك قبل ما توصل للروم في اليومك الأول وأيضا هنا الناس الأمريكان الذين يأخذون المتوسط أن المتوسط المال الذين يقمروا به تقريبا 400 دولار يعني الذين يأخذون المتوسط وإحصائية دمي تريز وإحصائية وجدوا أنه 13% أو 15% يأخذون خصيصا للاس فيغاس لكي يقمروا والباقي لا يأخذون غيك تاشفوا يقروا حم يقمروا ثاني يعني 70% لا يأخذون بأغني ويقروا حم يقمروا طرق امتصاص الأموال كما شفتوا وتابعتوا هذه الرحلة هذه بالنسبة للناس الأغنياء الحيتان كما يسموهم الأمريكان الحيتان الكبيرة للناس الأغنياء لكن الناس العادية كيف يمتصوا منهم الأموال؟ هناك عدة طرق يعني ليس طرق وإنما إبداعات في كيف يستنفذوا آخر حاجة من جسمك أو من أموالك يدوها لك وأيضا الأي تيام قادر تجبد كأقصى حد 200 دولار أو 100 دولار ويجب أن تقارحها بعد غد لكي تجبد ثاني دراح مختخرين لكن في لاس فيغاس يعني تجبد كيف محبيت ألف دولار قادر تجبدها في لحظة في وهلة في دقيقة في ثانية يسهلوا لك المأمورية لكي تقمر بعد ما تجبد دراهم من الأي تيام الشعال لازم لك أموال باش تقمر بوله باش تبدأ يعني هذا الرقم رح يخلعكم وأنا شخصيا خلعني واكتشفته لما روحت للكازينو تاع بونياند كلايد اللي حكينا القصة تحهم رح تفوت منه ودخلت باش نكتشف السيارة تحهم ففت على آلة يعني قادر تقمر بـ 25 سنس 25 سنس يعني 25 سنس ربع دولار يعني عندك ربع دولار قادر تقمر فيها ومن الطرق الإبداعية وحاجة تانية لاحظتها لما كنت في لازميغاز أنه آلات يعني باش تقمر هادو في كل مكان يعني حتى في السكر المعقد كما هكا دارينهم من يقول وين يقاموا يعني في كل مكان يعني في كل مكان يعني في كل مكان وحتى الأطفال صغار وما يطلقوهم شي يعني في الكازينوهات لما كنت مهدي المسافر اللي رح أخط لكم لاشان تعاه قال لي جواد أنه تم وراني شغل محيط صغير للأطفال الصغار يعني يربحوهم أشياء رمزية ما رحش يبحوا أموال ولا يربحوهم أشياء رمزية لكن تحت قالب القمار شوفوا يغرسوا فيهم هذه العادة منهما صغار هذا المكان هنا دارين العام بلع بسبب الكورونا دارين أهل الناس الغلاوين صغار باش يقمروا يعني يربحوه هكا ديجوي صغار يغرسوا لهم تقافة هادي مصغروا زدت وكبرت في لاس فيغاز وفي هذا المحيط على القمار فأنك عندك خمسين بالمئة ولي خمسين بالمئة حضوط باش تنتحر تخيلوا فقط لأنك هناك في لاس فيغاز ولي هادا تسمى مدينة الخطيئة يمتصوا لقاء الأموال اللي عندك ويسهلوا لك المأمورية باش تبدأ فقط تبدأ فالحاجة الإيجابية قادر تبدأ حاجة تروح فيها وقادر تبدأ في حاجة سلبية تروح فيها فالبداية في الحاجة الإيجابية لازم تعطي ماء فيك باش تبدأ ديك الحاجة فقط بداها وخليهم بعد التحفيز رح يجي واحدة والبداية السلبية فلازم نحضروا منها لأنه فقط تدوق حاجة ولا تدخل في حاجة رح تروح فيها معناه الناس الفاشلون الناس الفاشلة هي من بنات لاس فيغاز كيف ذلك؟ فالأموال اللي كانوا يخسروها هي اللي كانت تبنى بها الكازينوهات وأفخم الأوطالات والفنادق في العالم يعني لاس فيغاز تمتلك أفخم الفنادق في العالم وتعتبر وجهة لزيارة هذه الفنادق يعني الفنادق غير باش تزورها فارك تتمتح هذا المكان يقمر جمعا هنا للماشتاع الفوت يجب أن يتكهن في الباسكت كل شخص يتكهن بالنتيجة و يقبر عليها و يجمعون و يلعب من المات و هنا اطرقام انظروا هذا الهرم هذا الهرم هذا الهرم في هذا الهرم كان ديشامبر انظروا هذا الهرم وهذا الهرم و هذا الهرم في هذا الهرم لكي ترى الهرم في الهرم هي معروفة عاصمة الملاهي الليلية كل شيء هنا في الضوء و سنتمشوا في السريب سريت وهذه الطريقة مشهورة و فيها زوتار و كازينو و نكتشفوا و نكتشفوا هذه الهرم و الشيء في الهرم و كل مكان و هناك مصغرين دولة و مدينة و هناك مصغرين و فيها بلاجيو و ايطاليا و الأهرمات مصر و جيزة و كم هذه و هناك مصغرين و سنتدخل و هناك مصغرين و هناك مصغرين و هناك مصغرين و نظرنا في نيويورك و كل شيء هنا يخصص نيويورك و حتى المطاعم هذا نيويورك و كل شيء نيويورك حقا حقيقة اخرى و لفاكت اخر و لاز فيغاز لاز فيغاز و هي بلاد اللي من اكتر و لأول ولاية و لأول مدينة يجو يتزوجوا فيها لانه هنا طريقة زواج سهلة جدا و لا تتزوج لابد أن تكون عندك زوجها و يتجي هنا 55 دولار و الأيد تاك و راكم تزوج سلام راكم استبيد ف يجو بزاف حول أمريكا و يجو هنا و لاز فيغاز بس قبل كانت سحرة سكة حديدية يعني عبارة عن سكة حديدية الناس تفوت منها فقط و دروك شوفوك يولي إذن خرجنا من مدينة نيويورك و رح نروح للمدينة أخرى و راننا نمشوا في السريب سريت هذي أشهر سريت هنا في كما قلت لكم في لاز فيغاز و معمرة بدوا و معمرة بدوا كأنه تايم سكوير و طويلة فراننا نمشوا و راننا نستكشوا مع بعض في لاز فيغاز تخيلوا أن هذه البلاد و هذه المدينة تدخل بليون و مليون دولار كل يوم ففي يوم في لحظة ولا شيء شوفوا لاز فيغاز كي قلت قلت خاوية قاحلة خاوية على عرشها في لحظة لماذا؟ على جال بيروس صغير كل ما بيت هنا في لاز فيغاز جينا بيلاجيو شغل هو ثاني أوتيل يجدون فيها من أشهر موسيقى 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 انا البلاجيو تحفة مع مريخ موسيقى ريسيفسن مع بيلاجيو هذه ريسيفسن الاسطنة تعملوك سبحان الله تشوفوا اشتركوا في اعطان من هنا سخصية مهدي درو و قلت له هذا بيلاجيو يعني ايطاليان و قلت له بزاف اشياء تعال شاينة و تعال ثقافة اسيا فقال لي بلي نيو يور يدروا ديزاين بس ما يبدلوا قاعد ديزاين ديزاين روح كتني كتني ديزاين بيلاجيو عالم اخر الله لعالم اخر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى قار ديار درينا على نفسه باري تحسب كأنك في باري جولدن رامزي يعني نحن نفرج هذا القطو في شاقوقه فنفس الواجهة اللي يديروا بها الانترو له جولدن رامزي وهذا الرصانة هنا ما أهلاً؟ أول مرة أكتشفة إذن اكتشفنا باريس اكتشفنا بيلاجيو إنه 3 3 3 محر مهلاً كيف تستطيع؟ أكتب مهلاً و هاكا نكون وصلنا لنهاية يونا و نهاية الفلوغ نتمنى انكم بديتوا فكرة ولو بسيطة على هذا العالم و على الناس اللي داخل هذا العالم و في الاخير نخرج بخلاصة صغيرة انه عمر الله عز وجل ما حرم حاجة وهي كانت منفع علينا فأكيد لما قلنا نبتعد عن القمار والميسر والازلام والانصاب و رس من عمل الشيطان فهذا الشيء يضرنا بالدرجة الاولى حتى ولو لم نكن مسلمين فهو يضر كل انسان على وجه الارض فالله دار هذه القوانين باش ما نشقوش و يقول في ايته طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى اي دارنا هذه القوانين و منعنا من هذه الاشياء للراحة تعلن و باش نعيش حياة سعيدة فهذه كان هذا الفلوغ شكرا لكم السلام عليكم ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة و ديروا التقوص و تشاركوا هذا الفيديو مع اصحابكم و دمتم في رعاة الله و حفظه سلام